هلو كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لشهر يونيور رح حاول احكي فيها على احوال العاطفية وكذلك حتى العامة بس رح ركز اكثر على الوضع العاطفي الى برج الحمل بدي اقول ونويها الى شاغلي لانه هاي القراءة انطبق على البرج الشمسي قمري طالع في امكانية انه تكون قراءة عكسية وخاصة للعلاقات العاطفية رح تحدث كذلك حتى عن العذاب لبرج الحمل رح نشوف شو بخبئ لون شهر جون اوكي بداية برج الحمل عمشوف طاقتك كأنه انت عمشوف عندك راغبة مليحة انه تبتعد عن كل شي عميسبب لك قلم عمشوفك في حديث مع النفس عم تتقلم مع حالك عم تحاول انه تلاقي طريقك بالحياة عمشوفك كأنه تتجه او تبحث عن طريقك بالحياة عمشوفك مو تبتعد عن كل الامور التي عم تجيب لك سواء كانت علاقة سواء كان عمال سواء اي شيء ممكن وارد جدا انه يكون حب او علاقة حب عمشوفك عم تبتعد وعمشوفك عم تعيد حساباتك برج الحمال بالنسبة لطاقة الشريك فانا عمشوفه لهذا الشخص ممكن تتعامل مع برج نارية او مائية او ترابية وارد جدا انه تكون تتعامل مع برج العذراء عمشوفك عمشوفه للشريك هذا الانسان كتير محبوب بحسه شخص محبوب كتير شخص حاسس انه بحب حاله بيشوف حاله كتير ممكن شايف حاله حتى اوكي عمشوفه مبتعد عنك اوكي عمشوفه مبتعد عنك اوكي عمشوفه ياخد خطوة لورا او مبتعد عنك في فراق في خصامات في بتاعات اوكي اوكي كأنه حسم القرار انه تبتعد عن بعض ممكن تكلمتو انتو يا برج الحمل انتو والشريك على انه تاخد قرار ترجع لورا او تبتعد عن بعض اوكي في قرار اخد بشأن العلاقة عمشوفك حتى انه انت بارم ظهرك تجاه هذا الانسان عمشوفك عم تتظهر بطاقة الكوين اوف سوردس كانو مقفر كل الابويه ما عم تفتحها لهذا الانسان اوكي عمشوفك تاخد طاقة الانسان كأنو اخدتو قرار انت والحبيب انو ما تحكو مع بعض اوكي وكأنو حسمتو قراركن اوكي عمشوفك ذلك حتى هو مصدوم جدا مصدومة انو بتعد عنك انو افترقتو اوكي ممكن في غرور بالعلاقه شوي وكل واحد عندو كبريه كتير عالي لاحك انتو ما ملتو خطوه انو ترجعوا لبعض في نوع من الايجول كتير عالي وعمشوف على انو هذا الانسان يفتقدك يا برش الحمال اوكي كتير مصدوم انو بتعد عنك حتى انت لا انكر انو عم تقاوم انو بتكابر يا برش الحمال عشان تنسى هذا الانسان وعم تعمل يعني مجهود كتير اضافي عشان تحس بسلام داخلي ممكن لهيك انا عم شوفك عم تبتعد وعم تاخد عزلي مع نفسك عم تعديد قراراتك كتير يعني كأنو بتقاوم هذا الاحاسيس اللي عم تجيك ببالك ممكن عزت نفسك وكبرياءك الكتير عالي ما بيخليك انو تضل مع هذا الانسان او ممكن جرحك قالك كلام ما عم كأنو حسيت حالك انت انها نتكرامتك لهيك انت تخد قرار انو تبتعد هذا عن هذا الانسان اوك بالنسبة عم شوف بالنسبة للشريك عنده راغبة ملحة سراحة انو انو يرجع يعني هذه العلاقة لما كانت اليه عنده هيك راغبة داخلية حتى لو لم يحكيها للك او لم يبضي هذه الاشياء للك اوكي هو عنده راغبة داخلية انو العلاقة تستمر ويكون فيه صلحة بس بالنسبة للعائلك عم شوفك حتى عندك مشاكل بالعائلة عم تخليك تخليك حتى عندك عائق انو تستمر بالعلاقة عندك مشاكل عائلية او هذه العلاقة سببتلك مشاكل عائلية خليتك انو تراجع كتير اشياء ممكن انت تتعامل مع برج الاسد او تتعامل مع برج الثور عم شوف برج السيرطان الحوت عم شوف كدلك برج برج العبراء اوكي سراحة في كبرياء كتير عالي في كتير كبرياء وهيك عم يعني هذه الورقة بتأتي لتأكيد هذه الامور يعني كأنو في كبرياء عالي بالنسبة للعائلك وبالنسبة للشريك كدلك عم شوفك بالوقت الحالي انت موجوع جدا موجوع جدا هذه العلاقة ومن الشريك كدلك ممكن تحس انو العلاقة يعني وصلت لمرحلة لا يمكنها الرجوع او يعني صياغة العلاقة من جديد عم تحسوا انو العلاقة وصلت لمرحلة لا يمكن تطور فيها اوكي بالنسبة له هو يرغب عنده راغبة شديدة انو تكون في رجع انو يكون في صلحة لانو عم شوفه عنده باب يعني كأنو فاتح قلبه او فاتح ايده لا يمسك الكاس كاس الحب اوكي بس انت بالعكس انت حاسس بخسار داخلي وفي علم داخلي ما فيك تقاوم هذا العلام اوكي اوكي سراحة اول علاقة ما تظهر على انو في كبريه كتير عالي في حنين لبعض عند حنو لبعض انت عم شوفك متألم اكثر من الشريك الاخر كأنو كبريهك تحطام وبرج الحامل عنده كبريهك كتير عالي هو برج العسد كتير كبريهون عالي كأنو بحس حالو نخدش داخليا بالنسبة سراحة للخطوة القادمة ما عم شوف خطوة عم شوف انو الاوضاع رح تظل هيك جافة رح تظل في قطيعه رح تظل في ابتعاد عن بعض وكل واحد رح يذهب لطريق الابتعاد بس في يعني انا عم شوف في كسرة قلب كتير كبير لانو عم تظهر في كسرة قلب وفي وجع في بالوقت الحالي ما عم تظهر لي حتى مستقبل العلاقه عند التطور لانو في كبريه كتير عالي وكمين عم شوف على انو الورق ينصحك لاتجاه الى التأمل الى البحث عن الذات اذا كانت هذه العلاقه تجرحك او تعطيك اشياء سلبية ما عم تخليك تتطور حاول انو تبحث عن اشياء اخرى ترتقي بيا روحيا الصلاة البحث عن النافس تقرأ كتب علم نفس انو تطور من حالك هذه الاشياء عم تساعد الانسان انو يتطور روحيا بس ذا العلاقه عم تعملك انو انت عم تهوي بك الى الظلمات نفس عميقية وانو عم تفكر بشيء من السلبية لا لاحيك عم يقلك انو حاول انو تكون اوبديميستيك او متفائل بالحياة انو لازم تكون ما تخلي شيء سلبي يعكر سفو حياتك او دهنك او تخليك انت عم تفكر بسلبية حاول انو تاخد الامور بسلاسة حتى لو ما كان هذا الانسان هو المناسب للك حاول تطلع على الاشياء الايجابية بالحياة حاول تكون ايجابي والعلاقه يعني اكتسبت منا خبرات يعني هذه الخبرات رح تساعدك من يعني بالمستقبل بالعلاقاتك بكتير اشيء اوكي بالنسبة للوضع العام او الوضع عم شوف على انو في شيء جديد رح هيكون بجانبك او الحط رح يكون بجانبك شيء يتعلق بي ممكن اذا عندك راغبة انو في اطفال او في انجاب ممكن يكون في انجاب اوكي عم شوفك بهذا الشهر عم تعطي صدقات للناس عم شوفك تحتم بالجانب الروحي اكثر عم شوف كدالك حتى عندك اهتمامات كتير يعني كانو عم تعمل توازنات بالحيات عم تتجه نحو العمل وكدالك عم تتجه نحو الجانب الروحي والصدقات والاهتمام بالاخرين اوكي بس عم شوف في باب رح يفتح امامك هذا الباب ممكن يكون اذا يعني كنت بحث عن طفل او عم شوف على انو في ممكن في او في احتمالية انو تكون حامل للمرأة وهيدي اكيد واذا كنت رجل يعني ممكن زوجتك تحمل اوكي ما عم شوف كدالك على انو عم شوفك تتجه للعزلة عم شوفك تتجه للعمل بس العمل بعزلة ما عم شوفك عم تخالط الناس عم شوفك محدد كأنو حدد او قعد تحديد كتير اهداف بالحياتك عم ترسم اهداف جديدة بالحيات هذه الوقفة مع النافس اللي انت عم تمر فيها بشهر شون عم تخليك عم ترتب اهدافك عم ترتب اولوياتك عم تاخد الامور بشكل اخر اوكي عم شوفك عم تشتغل عم تهتم بالشغل وتحقيق مرادك يا برش الحمال عم شوف كما يعني ممكن بهذا الوقت عم شوف ابويب تفتح اذا انت اذا كنت عم تبحث عن عمل وخاصة الناس اللي عم تشتغل اللي بدت عمل يعني مثلا ممرضين اطباء بكل ما يتعلق بالنوترين او بالمساعدات الناس الاخرين فعم شوف انه هاته الابويب ستفتح عم عمك ممكن كذلك على انه ستفتح كتير ابويب خير وخاصة اذا كنت بالفترة السابقة في مشاقات وفي عناء كتير كبير فانا عم شوف الامور رح تتحلحال اذا كان عندك ركود بالعمال عم شوف الامور بالعمال عم تتحلحال كذلك عم شوف في راخبة انه تحقق اهدافك واحلامك الدفينة عم شوف في مدخول مادة جديد رح رح يأتي اليك يا برج الحمل لهيك بيقلك stay optimistic يعني ضل اجابة انه الاوضاع ستتغير الحدس رح يكون بجانبك عم شوف في ابويب جديدة رح تفتح اذا انت بتشتغل بموضوع معين فممكن تغير وجهة نظرك او ممكن ابويب رزق جديد تفتح امامك بس ممكن انت لازم تعمل الخطوة او ممكن في صدقي انت عملتها يا برج الحمل ستقف امام اهدافك ستقف لمساعدتك في تحقيق احلامك كأنه الكارما رح تجازيك على هذا الهدف او على هذا الخير التي عملته بتحقيق اهدافك اوك عم شوف على انه الوقت لحالي او جون يخدم تطلعاتك العملية والتطلعاتك الروحية اكتر من العلاقات عم شوف العلاقات راكزة معك بس يعني الحمد لله في طاقة جميلة جدا مما يتعلق بالاوضاع العملية بالنسبة لطاقة العذاب عم شوف في شخص من الماضي رح يرجع يحكي معك رح يحاول انه يجدد العلاقات او يبدأ بداية جديدة معك عم شوف انه بيظهر بطاقة دفول او كذلك يعني ممكن يكون من برج الرزع او من برج الثور عم شوف عم يبلش حكي معك بهذا الوقت وعم يريد يعني ابداء او يريد صلحة او بداية جديدة معك اوكي بس عم شوف انه انت انت يعني متخوف جدا من العلاقة ما عم شوفك عم تغامر كتير عم كان انه انت متخوف ومسكن الابيب عم شوفك كذلك على انه انت فكرك مشوش او او اذا عندك خلفية او اذا كان عندك تخوف او كانت عندك حلوة من الماضي مع هذا الانسان فانت متخوف انه تبدأ بداية جديدة معه عم شوفك بتراجع اولوياتك يعني متخوف جدا ممكن اذا حتى في رجعة مع بعض وانه في صلحة رح تفتح له باب الصلحة فانا عم شوفك هذا يعني هذه العودة رح تاخد وقت رح تدروس العلاقة رح تدروس هذا الشخص تدروس نيته كتير اوكي سراحة عم شوف في رغبة انه هو يكون معك عم شوفه بقدم كاس الحب عم شوفه حتى هو تغير اوكي كأنه مر من مرحلة حاول يراجع اولوياته كذلك حتى هو لانه هو مر من مرحلة الديث او الموت الموت الفعل مش موت الفعله بس هو موت مجازه يعني انتهاء شيء وبداية شيء الانسان هذا مات فيه شيء واكتشف اشيء اخرى كأنه بدأ عنده وعي خاص ممكن هذا الانسان اكتشف انه انت الشخص المناسب او اكتشف فيك اشيء ما كان عم يشوفه قبلاً وتعرف عليها واكتشفه وراجع نفسه وعم يشوفه يعني عم يتقدم لك عم يطلب السماح عم يطلب يعني عم يطلب راجع هيدا كل شيء صراحة عم يطلع لك يا بروش الحمال اتمنى لك الخير والمسرات وما تنسوا تعملولي لايك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر